موسيقى عمليات نوعية في جبهة عدى بالضالات تكبد الميليشيات خسائر كبيرة واستعادة مناطق في جبهة الحازمية بالبيضاء كاميرا اليمن اليوم ترصد خروقات وإفشال خجوم حوثي في جبالية التحيطة بالخديدة موسيقى والسيول تغرق وتحاصر منازل المواطنين في عدن وتجرف بكم بتجريف من متلكات خاصة وعمة والأهالي يوجه النداء استغاثة موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل تلقت الميليشيات الحوثية في جبهة الضالع ضربات موجعة حيث قامت وحدات من قوات الحزام الأمني والقوات المشتركة بتنفيذ عمليات نوعية والتوغل في مواقع الميليشيات في مناطق جبل قرحة وهجار وتبت الهوى وإيضا في حبيل العبدي شمال الضالع وذلك بعد معارك عنيفة بمختلف الأسلحة سقط خلالها عدد من عناصر الميليشيات بين قتل وجريح موقع جبل قرحة وهجار ونمير وتبت الهوى وحبيل العبدي وجبل صوان مناطق ومواقع كانت مسرحا لمعارك شرسة وعنيفة في شمال الضالع حيث اندلعت المواجهات بمختلف أنواع الأسلحة ردا على الخروقات والتحشيدات المستمرة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية باتجاه جبهة باب غلق وبقية جبهات الضالع وتمكنت قوات الحزام الأمني والوية المقاومات الجنوبية والقوات المشتركة من تطهير عدد من المواقع في جبهة باب غلق والتوغل في عمق مواقع الميليشيات الحوثية وسقط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية ما بين قتل وجريح ردا على خروقات ميليشيات الحوثي قامت قوات الحزام الأمني بالهجوم على مواقع الميليشيات وعلى جبل قرحة الكائن أمامنا وكبدتها خسائر فاضحة في المعدات والأرواح لقد قمنا بدحر الميليشيات الحوثي وهجوم على قرحة وعلى تبة الهواء والبطحة ثم وعلى هجار وشليل ثم قمنا بدحرهم وكبدناهم الخسائر تتوالى الهزائم والخسائر في الصفوف الميليشيات الحوثية في جبهات الضالع بالرغم من قيامها بالدفع بالعديد من عناصرها وآلياتها العسكرية واستمرارها في الخروقات والتحشيد واستحداث المواقع الجديدة وتقوم بقصف المناطق السكانية إلا أن معنويات أبطال القوات المشتركة عالية ومرتفعة وتتصدى لكل تلك الهجمات والخروقات بكل بسالة وشجاعة رغم الأمطار الغزيرة التي سقطت على مناطقنا برغم المعانة الشوية لانعانيها إلا أن معنوياتنا عالية ومستحدون أن نواجه الحوثي حتى أوكار داره في صعدها إن شاء الله قواتنا ثابتة ومتفوقة برغم غزارة الأمطار يواصل أبطال قوات الحزام الأمني وألويات المقاومة الجنوبية رباطهم وثباتهم في مواقع العز والشرف والبطورة في جبهات الظالع ويقومون بتنفيذ العمليات النوعية باتجاه مواقع الميليشيات الحوثية والتي كان آخرها العملية النوعية الناجحة في جبهة باب غلق باتجاه جبل قرحة وهجار والبطحة وغيرها من المواقع والتي سقط خلالها الكثير من عناصر الميليشيات الحوثية ما بين قتيل وجريح وأسر عدد آخر منهم من جبهة باب غلق محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الظالع وما زلنا في الضالع حيث فجرت عناصر من الميليشيات الحوثية منزل المواطن عبدالله ناجي الشماري في مديرية الحشة وأفادت مصادر محلية أن مسلحين من الميليشيات حاصروا منزل الشماري في قرية عتابة بتهمة انتمائه للمقاومة مضيفة أن اجتباكات جرت بين الشماري والمسلحين الحوثيين أسفرت عن إصابة مشرف الميليشيات المكنة على أبو خالد العمراني ومقتل اثنين من الميليشيات الحوثية وأشارتنا أن الميليشيات طوقت المنطقة وقامت بحملة اعتقالات للمواطنين أثناء عملية البحث عن الشماري وعلى مقربة من الضالع شنت القوات الحكومية هجوما على مواقع الميليشيات الحوثية في جبهة الحازمية بالبيضاء وقامت بتكبيد خسائر في العدة والعتاد وأفاد مراسلنا أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير مواقع بميمنة جبهة الحازمية وهذه حمار وذي الظالم والمسابغ والمدلوك وذي مضاحي وشوكان وكما تم استعادة بعض مواقع عرقوب العقلة وفي مديرية التحيطة محافظة الحديدة رصدت كاميرا اليمن اليوم الخروقات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية وإفشال هجوم شنته هذه الميليشيات باتجاه مواقع القوات المشتركة بمنطقة الجبلية والتي تصدت للهجوم الحتي بكل حزم وأوقعت خسائر بشرية في صفوفها وكانت الميليشيات أطلقت وابلا من القذائف على منازل المواطنين أدت إلى سقوط جرحى منهم الآن في منطقة الجبلية الحوثة كل يوم يخترقون الهدنة ويضربون بالمدافع والدبابات على المواطنين ويغتلون الأطفال والنساء من المواطنين والناس شردوا مزارعهم وقرات وبيوتهم اتدمرات وكل من سبب الحوثة يضربوا اليوم بالهاونات والقصف اليومين عشوائي يقولوا أنه هدنة هم كل يوم يضربون قامت بكل الأشياء المحرمة زراعة الألغام رمت من المدفعية اليهون الكبير 160 ضربت من المدفع الميدان ولا خلت شيء يذكر مع المواطنين هنا وشتت الدبابات والدبابات بكل ما تملك من سلحة بالروح بالدم نبديك يا يمن بالروح بالدم نبديك يا يمن وفي مديريات حيز فتحت ميليشيات الحوثيين نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه الأحياء السكنية في مركز المدينة التي كانت بحاجة إلى تأمينها بعد مرحلة التحرير لم يكمل عشرة شهور من عمره ليسجله الحوثي في قائمة الغرماء والمستهدفين بقذائف الهاوان هذا الصغير الذي نال شضية هاونا في رأسه لا يختلف حاله عن حيس عامة والتي يمطرها الحوثي بقذائف مدفعية وقنص واستحداث للأنفاق والمتارس حيس بحق جبهة مفتوحة وثلمة في سيف التحرير بل أنها جرح غائر وأحد ضحايا التحرير المنقوص الذي جعل منها ستوك هولم أرضا محروقة اليمن اليوم دخلت بكاميرتها إلى الخطوط الأمامية لتنقل صورة الحوثي الحقيقية واستحداثاته عمليات الرصد هنا على مدار الساعة تتابع عناصر الحوثي المتواجدة على خطوط التماس وتلاحظ تحركاتهم أولا بأول وهنا تظهر صور استعداد الميليشيات لأحد المتارس هذه المتارس لا تبعد عن 300 متر الحوثية وقاسي المشروطوا علينا من هناك والآن هون يبانوا من هناك ويدعوا أنهم في هدنة لا يمن هدنة الأمامية هذه سمسرة معاداش هدنة يجب علينا أن نهجم عليهم وانطاردهم في كل مكان استحداث الميليشيات لمترس ليست الأولى فالحوثي يعمل على مدار الساعة بمجامع من ميليشياته لمحاولة التموضع في محيط مدينة حيس على مدى 16 شهرا هذه المدينة ومحيطها من أكبر الجبهات تعرضا للخروقات فمتارسها مقابر ضيقة للمتسللين حيس برغم أنها جرح نازف مدنيا تعد أيضا أحد أكثر الجبهات استنزافا للمخزون البشري الحوثي الآن تقوم ميليشيات الحوثية الآن بيستها بحفر حنادق ومتارس جديدة واختراك الحدنة وتمشيط علينا من الأمام عيار رشاش وعيار بيكة وعيار خمسون كالناس وضربنا داخل المدينة يستهدفون العيال يستهدفون المواطنين يستهدفون ناشد طالب بالتقديم أخواننا ودهر الأمليشيات الحوثية لا مجال هنا لوقف إطلاق النار ولا ميليشيات تعقل وتتعقل ماذا تعني هدنة أممية أو هدنة لمواجهة كورونا الحال مستعر وحيس يجب عليها أن تتجاوز مرحلة التحرير الأولى والانتقال إلى مرحلة التأمين شكلت المقاومة الوطنية من مختلف الشرائح المجتمعية حينما تقادر أفرادها من مختلف القطاعات العسكرية ومن فئة المجتمع من كل محافظات الجمهورية حاملين رأية اليمن وحاملين هدف محدد هو تخليص اليمن من شر ميليشيات الحوثي ويعادة المناطق التي تسيطر عليها وفي مقدمتها العاصمة صنعاء إلى حاضنة الجمهورية اليمنية من رحم انتفاضة الثاني من ديسمبر 2017 تقاضى رجل الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر صوب الساحل الغربي في أروع استفاف وطني يقفون كالأسود بشجاعة وثقة مطلقة هدفهم واحد وهو حسب معركة استعادة الجمهورية وإنهاء مشروع الكهنوت الحوثية من كل حدب وصوب التأم هؤلاء الأبطال تحت راية الجمهورية تلبية للنداء الوطن لا يجمعهم حزب أو فئة أو طائفة وإنما جمعهم هم مشترك هو تحرير البلاد من بلاثن الكهنوت الجثم على صدور اليمنين ليرسموا ملاحم بطولية تاريخيا من سفر النضال الوطني لشعبنا اليمنية يسطرونها بدمائهم الطاهرة ويرسمونها على ألوان عالم الجمهورية اليمنية يقضعون ألاف الأميال من المسافات يتسابقون لتطهير الوطن وكل شبر من ترابه الغالية لا يخافون الموت بل يسعون إليه من أيدي أن يحيي الشعب حرا كريما بنفوس تتوق للنصر والحورية وعزمة عالية ليس لها نظيرة يفترشون التراب الطاهر للوطن الغالي ويصدلون تحت شجره ويلتحفون بسمائه يناجون الطيور وأمواج البحر هنا في الساحل الغربي وجدت الوحدة الوطنية بتشكيل الألوية العسكرية للمقاومة الوطنية من كل أنحاء الجمهورية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ومهما اختلفت التسميات إلا أن الهدف واحد وهو استعادة الجمهورية ودولة النظام والقانون وترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المناطق المحررة والوطن ككل حراس الجمهورية ومنمعه من ألوية العمالقة والألوية التهامية يسطرون أروع البطولات والتضحية من القرى والمدن تجمعوا أغنياء وفقراء من كل الفئات وهو ما أكسب هذه القوى بعدا وطنيا متميزا جميعهم التحموا في عقائد الجيش الجمهوري وفي مرحمة الوطن ويسيرون على خطى الحرية وكأنهم أول الفرسان وآخرهم بمحض إرادتهم ينضمون ليس بالترهيب والترغيب والوعود الكاذبة وهكذا أخذت هذه المنظومة العسكرية على عاتقها خوض المعارك وتطوير الأرض تحت أقدام مقاتلها مطهرة لا من السمليشيات التي كانت تصيدر عليها وتذيق أبنائها صنوفا من العذابات والقهر والتسلط والنهب والسلب والظلم والتجويع والبطش وزرع أراضيهم الزراعية وطرقهم بالألغام القاتلة وتحويل منازلهم إلى ثقنات عسكرية وأسرهم إلى دروع بشرية لقد حقق فرسان اليمن انتصارات كبيرة وعادوا سياغة المشهد العسكرية وتغير المعادلة جملة وتفصيلة وتمكنوا خلال عام من هزي أركان نحوثية مؤكدين استمرار المعركة ولولا التدخلات الخارجية لكانوا اليوم يدقون أبواب العاصمة صنعا مع رفاق السلاح من أبطال القوات الحكومية بكافة تشكيلاتها وهم ينشدون نشيد الجمهورية ويعزفون سمفونية النصر والحرية يعيش أكثر من 600 نازح من سكان الأزهور وآل عطيف الحدودية بمحافظة صعدة يعيشون حالة إنسانية صعبة جراء النزوح والتشرد ويفتقرون للخدمات الإيوائية ويعانون أيضا نقصا حادا في الغداء والدواء ومياه الشرب دون أي التفاتة إنسانية من المنظمات المحلية ولا من الدولية وحتى خياب الدور الحكومية أكثر من 600 نازح من سكان عزلتي الأزهور وآل عطيف التابعتين لمديرية رازع بمحافظة صعدة والتين تقعان على الحدود فضلوا العيش في هذه الجبال الوعرة التي تفتقد إلى أبصد مقومات الحياة لكنها بعيدة عن أزيز الرصاص ورائحة البارود بعد أن عانوا الأمرين من التنقل بين المدن والأرياف بحثا عن مسكن أكثر أمناء بعد أن لاحقتهم المليشيات الحوثية وأخذتهم بقوة السلاح لتحتجزهم في سجونها السرية فضلا عن تفجير منازل الرافضين أو المعارضين لفكرها وأجبرتهم على الخروج إلى هذه الوديان غير القابلة للعيش لكنها بعيدة عن البطش الحوثية بالنسبة لهؤلاء النازحين الذين هربوا من ما يلاقونهم من اعتداءات من قبل المليشية الحوثية وتسلطاتهم على أموالهم وعلى بيوتهم وتفجيرهم لما يملكون من بيوت ومساكن وملاحقتهم واعتقالاتهم مما اضطرهم إلى النزوح إلى هذه المناطق الوعرة بعيدا عن الخدمات بعيدا عن البيوتهم بعيدا عن الأماكن المهيئة للسكن لكن هذه أقدار الله أجبرتهم على أنهم ينزحوا إلى هذه الأماكن بحثا عن الأمان وبحثا عن الأماكن الآمنة هروبا من بطش وتسلط الحوثيين لم تقف المعاناة عند هذا الحد بل شك هؤلاء المغلوبين على أمرهم من تجاهل الحكومة والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية التي اكتفت بتقديم فتاة من المعونات الإغاثية دون الالتفات إلى وضعهم الإنساني فهم يفتقرون للخدمات الإوائية ويعانون نقصا حادا في الغذاء والدواء ومياه الشرب النظيفة إحنا نجحنا قدام ثلاث سنين نجحنا الحوثي من أرضنا ودمر أرضنا ونزلنا الوادي هذا إشان ما هو أجدثه في حدود السعودي هنا في حدود السعودي ثلاث سنوات كانت مأساتهم بعيدة عن الإعلام وعدسات التصوير ليكابدون شظف العيش معزولين عن العالم فلم يحصدون من هذه الأماكن سوى الأمراض والأوبئة مثل الملاريا والفشل الكلوي نتيجة المياه الملوثة فهل ستلقى معاناتهم المستمرة منذ ثلاثة أعوام آذانا صاغية ويتنتمد لهم العون وتخفف من آلامهم إلى ذلك وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مائة وثمانين حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد المدنيين وذلك في عدد من المحافظات خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري أواخر مارس الماضي دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش الأطراف اليمنية إلى وقف إطلاق النار دعوة لقيت استجابة من الطرف الحكومي وتحالف العربي بهدف تكريس الجهود لمواجهة الفيروس كورونا لكن القوة التدميرية للوباء على اليمنين خلال نصف شهر كانت أخف وطأة من جرائم ميليشيات الحوثية التي لم تقبل بالهدنة وارتكبت 180 انتهاكا ضد المدنيين في ثماني محافظات خلال النصف الأول من شهر إبريل الجاري وفق الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وفي التقرير الأخير الصادر عن الشبكة قالت إنها وثقت 36 حالة قتل مدنيين بينهم 11 امرأة و11 طفلا وإصابة 51 شخصا بجروح مختلفة بينهم 13 امرأة و7 أطفال في محافظات تاعز وإب والضالع والحديدة وحجة والبيضاء ومارب وصنعاء التقرير أشار إلى أن ميليشيا الحوثي قصفت بصواريخ الباليستية والكتيوشا ومختلف أنواع القذائف الأحياء السكنية في محافظات مارب والحديدة وتاعز ومنطقة الحشب الضالع ما أسفر عن سقوط 16 شهيدا وتسببت قناصة ميليشيات الحوثي بقتل سبعة مواطنين ورصدت تقرير حالات إعدام ميدانية وقتل مباشر بطلقات نارية نفذها الحوثيون ضد المدنيين بالإضافة إلى توثيق عشرات الانتهاكات على الأعيان المدنية العامة والخاصة وتدمير عدد كبير من المنازل بشكل كلي أو جزئي وتضروري مدنيين جسديا ونفسيا بفعل عمليات اتحاب المنازل وإلى جانب سلب أرواح المدنيين غيرت ميليشي الحوثي أسماء خمس وثلاثين منشأة تعليمية حكومية استبدالها بأسماء تنتمي لأفكار ومعتقدات الجماعة أو بأسماء قتلها كما أقدم الحوثيون على إطلاق سراح مئتي سجين من محافظة إب متهمون بقضايا جنائية من بينها القتل مقابل الزج بهم في جبهاتها المنهارة ارتفاع وطيرة الجرائم الحوثية خلال النصف الأول من شهر إبريل وفق مراقبين يعطي مؤشرا خطيرا على مدى استجابة الميليشيات للدعوات الأممية والإقليمية والأطراف المحلية من أجل وقف إطلاق النار والتفرغ لمواجهة فيروس كورونا الذي إذا تفشى ستكون نتائجه كارثية بفعل تغذية جماعة الموت لنار الحرب وعدم قبولها بأي مقترحات تفضي إلى سلام دائم وتضع حدا لمعاناة اليمنين اجتاحت سيول جارفة ناجمة عن الأمطار الغزيرة عددا من الأحياء السكنية في مدينة عدن وتسببت السيول بغرق ثلاثة أطفال فيما اثنان في عداد المفقودين كما أصيبت امرأة إثر تهدم منزلها الذي يتقضن فيه كما أدت السيول إلى توقف خدمات الكهرباء والمياه وقطع الطرقات وهدم عدد من المنازل أيضا تسببت هذه السيول بغرق العديد من المنازل والمحلات التجارية والحقت أضرارا مادية كبيرة وجرفت عشرات السيارات والمركبات فيما تعرضت بعض المنازل في المناطق للانهيار وأخرى للتلف في محتوياتها وصدى توقعات باستمرار موجة الطقس المنطر واذكروا أن سيولا مشابهة شهدتها محافظات عدة بينها عدن ومأرب تسببت في وفاة وإصابة أكثر من عشرات الأشخاص وتضرر سبعة عشر مخيما للنازحين في محافظة مأرب نعم وفي الشبوى أفاد مراسلنا أن سيولا المتدفقة في قرية خامر بمحافظة الشبوى أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالخطة الأسفلتية الرابط بين مدينة عتاق عاصمة المحافظة والمديريات الشرقية ومحافظات عدن وأبيان وكذا حضرموت في نبه بما نبه مركز الأرصاد المواطنين بتوقي الحيطة والحضر وأيضا الابتعاد عن مجرس سيول بمديريتي الروضة وميفعة تتابعنا بعض الفاصل عالقون يمنيون في منطقة شرورة يناشدون الجهات الحكومية بإيجاد حل سريع لمعاناتهم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يمنيون شهر رمضان المبارك للعام السادس على التوالي من الحرب في ظل ظروف اقتصادية صعبة مع تدني مستويات المعيشة وانعدام مصادر الدخل وانهيار العملة وارتفاع أسعار المواد الغدائية الأساسية إلى أرقام قياسية وإنقطاع مرتبات الموظفين منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام ما ضعف من معاناتهم وعجزهم عن تلبية احتياجاتهم ولو بأدنى من متطلبات الشهر الفضيل رغم فرحة اليمنين بقدوم حلول شهر رمضان المبارك بأجواء الروحانية ونفحات طيبة إلا أن القلوب تعتصر ألما ووجعا لما آلت لي أوضعهم المعيشة مع دخول الحرب عام السادس والتي زادت حياتهم بؤسا فوق ما هي علي بعد انقطاع رواتب الموظفين ومصادر الدخل الأخرى ما أدى إلى تزايد معدلة الفقر والبطالة في صفوفهم لا سيما مع انهيار العملة الذي نعكس على ارتفاع أسعار المواد الغدائية ووصولها إلى مساوية قياسية لم تعهدها البلاد من قبل ومع انخفاض القدرة الشرائية لدى السواد الأعظم من المواطنين فإن معظم المحل التجارة لم توفر كمية كبيرة من لوازم رمضان كما كانت في العوام السابقة لأن المواطنين في السابق كانوا يتهافتون عليها منذ منتصف شعبان أما حاليا لا تجد العروض والتخفيضات بهذا الموسم والمناسبة العظيمة من كل عام وبات أرباب الأسر يفضلون شراء لوازم رمضان باليومية كونهم لا يقدرون على شراء دفعة واحدة واكتفون بما سدر مقهم خصوصا معاله بالأسعار التي تكوي جلودهم وجشاء الكثير من التجار لاستغلال هذه المناسبات لرفع أسعار المواد الغذائية الأساسية دون رقيب أو وازع من ضمير وتتفاقم معاناة المواطنين أكثر في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيدة ميليشيات الحوثي حيث يعيشون أوضعا أكثر مأساوية وكارثية ليجدوا أنفسهم بين مضرقة جحم الأسعار وسندان الفقر والحاجة والتي عزى اقتصادون إلى انعدام الرقابة وجشاء التجار والسلوك الميليشيوي في فرض الجبايات والإتوات واستحداتها لرسوم ضريبية وجملكية غير قانونية والتي يدفع فاتورتها المواطنون الذين وصلوا إلى درجة العز الشديد في التعامل معها وانعدام قدرتهم على الشراء خصوصا في ظل انقضاء مرتبات الموظفين منذ أكثر من ثلاثة عوام ونصف فضلا عن الأزمات التي تصنعها الميليشيات في الغاز المنزلي والمشتقات النفطية مواطنون التام ميليشيات الحوثي بأن السبب الأكبر في تردي أوضاع من المعيشية بسبب الحرب التي أشعلتها وتعطينا لمختلف سبول الحياة واستحواذ على موارد الدولة وتسخيل لصالح ثراء قيادات ومشرفية ودعم أنشطة الطائفية وما تسميه بالمجهود الحربية وبحسب اقتصادين فإن المواد الغذائية تراوح ارتفع أسعارها ما بين 200 إلى 400% منذ العام 2014 الوضع في المناطق والمحافظات المحررة ليس بأحسن حال فالمواضعون فيها استقوانش رمضان مبارك وصدرت ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالتزامن مع انهيار العملة وضعف الرقابة الحكومية على التجار وإن كانت بأخف مقارنة مع المناطق التي تسيدر على الميليشيات باستثناء بعض المحافظات التي تقوم سردات المحلية بالرقابة وضبط الأسعار ورغم كل ذلك إلا أن الأسعار المرتفعة وتأثيرة الحرب المدمرة تكوي المواضن اليمني أينما حل وارتحل ترجمة نانسي قنقر 14 يوما والعالقون من اليمنيين في منطقة شرورة يناشدون الجهات الحكومية بإيجاد حل سريع بعدما تقطعت بهم السبل وتفاقمت معاناتهم وخوفهم من تفشي وباء كورونا العالقون في شرورة تتواصل معاناتهم بعدما تقطعت بهم السبل فهم الآن واقفين أمام نارين نار صعوبة العودة إلى وطنهم وأسرهم فهم غير قادرين على توفير مصاريف الطعام والسراب في المنطقة التي أجبروا على التوقف فيها بسبب جائحة كورونا وباتوا بين نارين الغربة وخشية الإصابة بفيروس كورونا القاتل أربعة وخمسون عالقاً يكبدون معاناة لا توصف تجسد عدد من الحالات الإنسانية المؤثرة فهذا الرجل يفترش الأرض ويلتحف السماء دون غطاء أو فراش منتظراً لحظة الفرج والعودة إلى الوطن والأهل إصحاب الباصات قبل يومين نحجز الباص ونطلع من السعودي إلى اليمن في الميتة رئاس سعودي واليوم خمسمائة وقل لك رجعبنا المنفذ والله يمكن أربع ساعات جاسرنا في المنفذ فما بين مقيم وعالق زائر ومعتمر يتجرعون مرارة البعد عن الأهل والضيم وتحديداً بعد تمديد إغلاق المنفذ البرية والبحرية والجوية لليمن مستثنية الرحلات التجارية والإغاثية ناشد حكومتنا وناشد رئيس الوزراء وناشد عبد الرب وناشد جميع المسؤولين أرحمونا يا جماعة الناس خوينا راقد ما مع حق الغرفة مناشداتهم منذ 14 يوما لم تلقى أي تفاعل والاستجابة من الجهة الحكومية ومسؤوليتهم الاجتماعية تحتم عليهم الخضوع لمحاجر صحية تقيهم وتقل وطن من تسرب فيروس كورونا بدلاً من التكدس في المناطق وفي الطرقات التي تفتقر إلى أبسط الاحتياجات ومقومات الحياة ليصبحوا أكثر عرضة للإصابة بالوبا المحتجزون في نداءاتهم يؤكدون أن المكان الذي تم احتجازهم فيه مكان مقفر ولا إياد بيضاء تساعدهم وتنتشلهم من وضعهم الصعب تتغير القصص لوجوه المعاناة كل حسب روايته ولكن يبقى الوجع واحداً ليبقى السؤال الذي يفرض نفسه عن دور الحكومة الذي لا يزال غائباً عن حماية الوطن والمواطن من تفشي هذا الوبا في ظل انهيار القطاع الصحي في اليمن ولتصييد الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم العالقين إبراهيم علي إبراهيم مرحباً بك أهلاً مرحباً بك مرحباً بك إذن منذ متى وأنتم عالقون في هذه المنطقة بالضبط لنا 35 يوم إلى اليوم نحن عاجزين ل35 يوم والحكومة لم تلتفت إلينا أبداً نزل من دوبا القوصل خالي حجان أخذ أسماعنا قبل حوالي 30 يوم ومع هذا في البداية هو المنسكر و14 يوم وعادونا قالوا بعد 14 يوم يبتع المنطقة فاجأنا بعد 14 يوم تمديد ثانية خلصنا من 14 يوم الثانية إلى الآن 35 يوم وخلال 14 يوم أخي إبراهيم أين كنتم تسكنون فيه خلال 14 يوم بعد ما نزول المندوب كما تحدث بأخذ أسامي دائماً من المسافر اليومني دائماً من المسافر اليومني بإمكان الحسابه مصارف الطريق حتى وإن كان معهلوس مصارف الطريق أخذوا لأن البداية الناس أخذت فنادك اللي كان معها عقل الطريق الآن أصبحوا 90% ما بين العناير المهجورة أو إذا في شبه تلقاتيها أقل شيء 20 إلى 25 شخص الحال أصبح مزري جداً 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 لأن الناس لا أحد معها مصارف حكومتنا ناشدنا هذه المذكرات الرسمية مصاطات ما خلينا أي قطاع الحكومة إلا وناشدنا ولم تجدوا أي استجابة إلى الآن ولا أي إجابة لماذا حكومتنا يجب أن تتحدث بحجة وعظار مالها نحن استعدنا في البداية أن نحتجر على حسابنا نعم فنادك تستجر على حسابنا المحافظة التي نحن متواجدين فيها لا فيها أي حالة وضايا أستاذي الحمد لله نحن مضمونين ومع ذلك نحن أحرص على بلادنا على أولادنا من انتشار هذا الوباء ومستعدين ونحن اللي نطالب بحجرنا في مراكز صحية على حساب الحكومة إنهم يمكن تسمعنا حكومة أو على حسابنا نعم لكن لماذا الدولة اليمنية لماذا حكومتنا راضية لأبنائها يتبهزلوا في صعاري في الشوارع في العمائر خلاص هل أصبحنا مهمشين بالنسبة لهم نعم وهذه رسالتك وصلت نعم 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 ومتسحل من الشهادة بس العدد 426 لو حجرناهم في 2 فنات كان خلصت ولكن مناشدتك أنت للجهة الحكومية أن توفر لكم أماكن للجلس وأيضا حتى الحجر الصحي أنا أتفهم وضعكم وأتمنى أن تكون رسالتك وصلت أخي إبراهيم شكرا جزيلا لك أيضا عالميا مشاهدين الأكارم ورغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي تتخذها الكثير من الدول إلى أن فيروس كورونا المستجد يواصل الفتك بالمزيد من الضحايا وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المصابين بالفيروس تجاوز المليون وخمسمائة وثمانين أيضا ألف من الأشخاص حول العالم فيما تجاوزت الوفيات المائة وواحد وسبعين ألف وبلغ عدد الذين تعفوا منه أكثر من ستمائة وسبعة وستين ألف ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول المتضررة تليها أسبانيا ثم إيطاليا وتأتي في المرتبة الرابعة فرنسا فيما ألمانيا تأتي في المرتبة الخامسة عالميا تليها بريطانيا هذا وتجاوز عدد الوفيات جراء هذا الفيروس في الولايات المتحدة الاثنين واربعين ألف شخص وفقا لوكالة الويترز التي أوضحت أن معدل الزيادة في عدد الإصابات تباطع بعدما بلغ حوالي ثلاثين ألف حالة يومية خلال الأسبوع الماضي تم تسجيل عشرين ألف إصابة جديدة فقط الاثنين يذكروا أن الزيادة في الوفاية خلال الأيام القليلة الماضية تباطعت أيضا حيث ارتفعت بواقع نحو ألف وخمسمائة حالة اليوم مقارنة بأكثر من ألف حالة وفاة في اليوم الماضي وخلال معظم أيام الأسبوع الماضي وكانت الولايات المتحدة سجلت الأربع الماضي ألفين وثمانمائة وست حالات وفاة لتحقق رقما قياسيا لعدد حالات الوفاة في يوم واحد إلى ذلك سجلت هولندا تراجعا كبيرا مستمرا في حصيلة الوفاية الناجمة عن فيروس كورونا المسجد بعد رصدها سبع وستين حالة وفاة في أقل ارتفاع يومي منذ عدة أسابيع وفاد المعهد الوطني للصحة العامة المعني بمتابعة سير التفشي في البلاد بأن الحصيلة العامة للوفاية بفيروس كورونا في هولندا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت سبعا وستين حالة جديدة لتصل إلى مستوى ثلاثة ألاف وسبعمائة وإحدى وخمسين حالة ويشير هذا الرقم إلى انخفاض لافت ومستمر في المعدل اليومي للإصابات حيث سجل في إحصائية الأحد ثلاث وثمانون حالة وفاة جديدة كما ذكر المعهد أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد ارتفع بواقع سبعمائة وخمسين حالة جديدة ليبلغ ثلاثة وثلاثين ألف وأربعمائة وخمسة حالة إصابة ما يشير إلى أيضا إلى تراجع وطيرة انتشار المرض حيث كان المعدل اليومي السابق ألف وستة وستين شخص في غضون ذلك أعلنت أنستاسيا راكوفا النائب عمدة موسكو للشؤون الاجتماعية تعافي ثلاثة مرضى بالفيروس الناجم عن كورونا بعد أن نقلت بل نقلت إليهم بلازمة تحتوي على أجسام مضاطة لهذا الوباء وأضافت أن الأطباء لاحظوا أن المرضى الذين حقنوا ببلازمة دم المتعافين من فيروس كورونا تعافوا من المرض بطريقة أسرع ومن دون مضاعفة خطيرة ويمكن لأي شخص من الذين شوفوا من المرضى أن يتبرع ببلازمة دم شريطة أن يكون من الفئة العمرية بين الثمانية عشر إلى خمسة وخمسين عام وأن لا يعاني من أمراض مزمنة وأن يكون سليما أيضا من فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز والتهاب الكبد بوسيه أما منظمة الصحة العالمية فقد طالبت دول مجموعة العشرين إزالة الحواجز التجارية والتعاون لزيادة إنتاج وتوزيع السلع الأساسية في ظل تفشي فيروس كورونا ودعى مدير المنظمة مجموعة العشرين إلى محاربة تفشي الفيروس بحزم بالاعتماد على ما تتوفر لديها من معطيات ألمية ومعلومات عن هذا الوباء وأيضا دعا إلى مواصلة دعم الإجراءات الدولية لمكافحة هذا الفيروس وكان وزراء الصحة لدول العشرين بحثوا خلال اجتماع نفط راضي مساء الأحد الماضي سبل رفع فعاليات الأنظمة الصحية وأكدوا استعدادهم لاتخاذ إجراءات إضافية لكبح انتشار هذا الفيروس عودت أسعار النفط الأمريكية ارتفاعها إلى المنطقة الإيجابية بعد انهيارها بشكل تاريخي الاثنين والذي الشهدت تحطم المستويات إلى ما دون الصفر حيث تم تداوله عند أدنى مستوياته منذ بدأت بورصة نيويورك تداول العقود الآجلة في العام 38-900 ألف تسببت جاية فيروس كورونا في انخفاض الطلب على النفط بسرعة كبيرة حتى بدأ العالم ينفذ من مواقع لتخزين البراميل في الوقت نفسه غمرت روسيا والمملكة العربية السعودية العالم بامدادات زايدة من النفط كما رجح محللون أيضا انخفاض يوم الثنين إلى تداولات محمومة في اللحظة الأخيرة بسبب انتهاء عقد شهر مايو لكن أسعار النفط الأمريكية عودت اليوم الارتفاع إلى المنطقة الإيجابية بعد انهيارها التاريخي الاثنين والذي شهد تحطم المستويات إلى ما دون الصفر حيث تم تداوله عند أدنى مستوياته منذ أن بدأت بورصة نيويورك تداول العقود الآجلة في العام 83-80 ومع نظوب الطلب الفعلي على النفط ظهرت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد وارتفعت العقود الأجلة للنفط الأمريكي بأكثر من 100% رغم تداولها عند حدود 1.43 دولار للبرميل وارتفع عقد يونيو الذي يتم تداوله الآن بشكل أكثر نشاط إلى 21.39 دولار للبرميل خلال ساعات التداول الأسيوية إلا أن الرقم لا يزال منخفضا بشكل مثير للقلق اشتركوا في القناة تذكير بأبرز العنوين عمليات نوعية في جبهة عذاب الضالة تكبد الميليشيات خسائر كبيرة والسعادة مناطق في جبهة الحازمية بالبيضاء كاميرا اليمن اليوم ترصد خروقات وإفشال هجوم حوتي في جبالية التحيط بالحديدة السيول تغرق وتخاصر منازل المواطن في عدن وتجرف ممتلكات خاصة وعامة والأهالي وجهوا ندى استغاثة لقاءنا يتجدد في النشرة القادمة للقاء اشتركوا في القناة